انفجار على الارهاب في الاتجاهات كافة يستمر العراق بجيشه وقواته الامنية في قطع طريق على تنظيم داعش الارهابي الذي وضع رئيس الحكومة خطته في احكام القبضة على الارهاب وفلوله وخلاياه في العراق القوات العراقية في انجاز جديد تقبض على مسؤول التفخيخ لما يسمى بولاية بغداد خلال عملية امنية بحسب بيان لوزارة الدفاع مرتكزة على معلومات استخبارية بتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات بغداد انجزت الفرقة الحادي عشر وقوة من لواء المشاء الرابع والاربعين وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الارهاب نجاحا باهرا في القبض على الارهابي المسؤول عن التفخيخ بعد ان كان مسؤولا عنه لما يسمى بولاية صلاح الدين محاصرة جديدة لدار الارهابي في الرصافة في تسلسل زمني منتظم سبقه القضاء على والي العراق وبعده والي الطارمية بتنسيق عال بين رئيس الحكومة في الميدان والقوات الامنية البطلة نساء ثلاث منتميات لداعش تم اعتقالهن ايضا في مركز كاركوك شمالي العراق بتأكيد بيانا صادرا عن المدرية العامة للاستخبارات والامن في كاركوك ما يعطي وضوحا في التنسيق الامني في البؤر التي تستغلها خلايا التنظيم ومحاولة التأثير على الشارع العراقي وبث سموم الارهابي وترويع الناس التوقيت الزمني الذي ياتي مناسبا لخارطة الامن في بلاد الرافدين بعد ان باتت مسألة انهاء زمن الارهاب والوصول الى استقرار فعلي عملية حقيقية سيما مجريات الاحداث الاقتصادية والسياسية التي تعرقل فيها خلايا الارهاب جهود الحكومة وخطوات الاستثمار والتنسيق والشراكة العراقية العربية والعالمية اشتركوا في القناة